أعلنت مؤسسة حياة كريمة انطلاق فعليات مبادرة قطار الخير لدعم 60 قرية بمحافظة سهاج بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية وتأتي فعليات المبادرة ضمن حزمة إجراءات أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتخفيف من تبعات حادث سهاج الأخير حيث تستهدف المبادرة توزيع 150 طن من المواد الغذائية و20 طن من الدواجن إلى جانب تنظيم 10 قوافل طبية مؤسعة وتوزيع ألف حقيبة وقاية من فيروس كورونا على الفرق الطبية بالمستشفيات العامة بعدد من مراكز محافظة سهاج